بحضراتكم في هذه النافذة مشاهدين من أمام معبر رفح من الجانب المصري ما يحدث في لطاق الضفة الغربية في جنين وفي بيت لحمها وفي غيرها لم يخفف من وطأت ما يحدث ومن تصعيد اسرائيلي عسكري في مدينة رفح من المنطقة الشرقية وحتى كامل محافظة رفح الفلسطينية وحتى في منطقة جباليا وفي كامل قطاع غزة هذا هو اليوم الرابع عشر على التوالي التي تواصل وتقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي من عملياتها العسكرية تحديدا في مناطق شرق رفح منذ دقائق قليلة استمعنا إلى قصف متفعي عنيف من الناحية الفلسطينية من معبر رفح البري طبعا من الناحية الفلسطينية هذه المنطقة دائما ما تشهد اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية وبين قوات الاحتلال الاسرائيلية المتمركزة بشكل أساسي في هذه المنطقة بالإضافة إلى مناطق أخرى في أحياء مختلفة من مدينة رفح الفلسطينية من جانبية شرقية تحديدا سواء الحي البرازيل الذي شهد طوال الأيام الماضية اشتباكات عنيفة ومحتدمة بين الفصائل وبين قوات الاحتلال التي تستخدم في هذه الاشتباكات القنابل المدفعية بالإضافة إلى الطائرات المسيرة والطائرات الحربية بينما الزوارق الحربية الإسرائيلية تقوم بقصف عدد من ما تقول قوات الاحتلال أنها مراكز للفصائل الفلسطينية ومقار الفصائل الفلسطينية من ناحية غربي مدينة رفح بالإضافة طبعا إلى بعض المناطق في وسط رفح على أية حال هذه الأحياء التي ربما اعتدنا على الاستماع أو نقل أخبارها من داخل منطقة شرق رفح لا تزال تتواصل فيها عمليات الاشتباك والاستدفات الإسرائيلية سواء حي الجنينة أو حي البرازيل أو حي السلام بالإضافة إلى شارع جورج وقرية الشوكة وغيرها ومنطقة أيضا شمال المقبرة وغيرها من المناطق في شرق مدينة رفح الفلسطينية حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية عملياتها هناك صحيح أن قوات الاحتلال قالت بالأمس أنها توغلت ولو قليلا في حي البرازيل في ناحية وسط مدينة رفح لكن فيما يبدو أن الاشتباكات الضارية بين قوات الاحتلال وبين الفصائل تمنع قوات الاحتلال من مزيد من التقدم في حي البرازيل أملا منها في الوصول إلى وسط مدينة رفح على أية حال ذلك من الناحية العسكرية من ناحية الإنسانية الخبر الذي ذكرته هذا واليوم الخامس عشر على التوالي التي تقوم به قوات الاحتلال من غلق كامل لمعبر كرم أبو سالم من ناحية الفلسطينية وأيضا معبر رفع من الجانب الفلسطيني وبالتالي تزداد الكارثة الإنسانية في قطاع غزة سوءا يصل إلى حد المجاعة أو شبه المجاعة تحديدا في القطاع الشمالي من قطاع غزة أو المحافظة الشمالية من قطاع غزة ومدينة غزة بالإضافة إلى أجزاء متفرقة من باقي القطاع القيادة الوسطى للجيش الأمريكي تقول أن الميناء الذي أقامه الجيش الأمريكي في المنطقة الوسطى لقطاع غزة أدخل طوال خمسة أيام الماضية حتى صبيحة هذا اليوم قرابة 569 طن المساعدات لكن تتخيل رهام أن هذه الكمية كانت تحميلها فقط وفقط 30 شاحلة مصرية كانت تعبر من معبر رفع إلى كرم أبو سالم فما بالك بهذا الرقم عندما تدخل 30 شاحلة فقط إلى قطاع غزة خلال خمسة أيام من هذا الممر الميناء أو المنصة البحرية التي أقامتها الولايات المتحدة الأمريكية قياسا بما كان يدخل عبر معبر رفع أو معبر كرم أبو سالم في المتوسط كان يدخل من الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني عبر أدين المعبرين من 200 إلى 250 شاحناء في اليوم الواحد نحن نتحدث الآن عن قرابة 30 شاحناء طوال خمسة أيام بمتوسط 6 شاحنات فقط في اليوم الواحد وبالتالي تزداد حدة هذه المجاعة أو حدة هذه الكارثة الإنسانية سوءا في قطاع غزة ستيفن دوكاريكا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة يقول في صبيحة هذا اليوم أن قرابة 40% من سكان قطاع غزة سواء من الشمال أو حتى من الجنوب من مدينة رفح أو حتى في مخيم جباليا نزحوا إلى مناطق متفرقة في هذا القطاع في أماكن يقول الجيش الإسرائيلي أنها مناطق للمساعدة الإنسانية لكن لا يبدو أن هناك أي منطقة آمنة كما تقول الأنروا على لسان لازاريني المفاوض العام لأنروا في قطاع غزة يقول أنه لا منطقة آمنة في قطاع غزة وبالتالي والكلام على لسان دوكاريك يقول أنه عملية رفح بالنظر إلى هذا الحجم أن 900 ألف مواطن من قطاع غزة نزحوا في أماكن أخرى وبالتالي فإن عملية رفح التي تدعي سلطات الاحتلال وتدعي ربما للولايات المتحدة الأمريكية أنها عملية محدودة أنها عملية مركزة يقول أو تقول الأمم المتحدة أن هذه العملية لا يبدو أنها كذلك نظرا أو قياسا بما بعدد النزحين من قطاع غزة قياسا بهذه الأرقام أيضا فإنها 75% من أماكن تجمعات السكان في قطاع غزة الآن هي تحت أوامر الإخلاء من قبل الجيش أو جيش الاحتلال الإسرائيلي